استعرضت وزيرة التنمية المحلية منال عوض جهود الوزارة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى العام الجاري وفي إطار احتفالة مصر بحلول الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وفي ضوء الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة تنفيدا لتوجهات الرئيس لوضع سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بتكلفة 17.9 مليار جنيه بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لتحقيق التنمية والرخاء في أرض الفيروز